أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة ستظل منحازة للفئات المستحقة للدعم مضيفاً أن الدعم لا يزال قائماً والدولة لديها رغبة في أن تكون هناك منظومة أكثر كفاءة واستدامة شرمت بولي إلى أن الحكومة لديها تصور لبدء التحريك في بعض السلع والخدمات حتى نضمن استدامة الخدمات طب أنا لو قدرت النهاردة أعمل نوع من الوفر أعمل إيه؟ هركز أن أزود وكثف من بناء مدارس بناء مستشفيات من الإسراع بإنهاء مشروعات زي الصرف الصحي اللي موجودة في حياة كريمة ده اللي أنا بتكلم عليه لن يكون هذا التخفيض أو الترشيد بسبب أن أنا أعمل وفر لنفسي كدولة الحاجة الأهم إحنا كل فترة مع كل ما بنشوف الضغط اللي بيحصل وده اللي أكيد حضراتكم تابعتوه على مدار الفترة المتعاقبة كام مرة بناء على توجيه سيادة الرئيس تدخلنا بحزمة اجتماعية جديدة وحزمة حماية وإن إحنا بنبدأ ندخل بحاجة معينة من كلام ده كله أكيد بالتأكيد إحنا كدولة هنكون وعندنا هذا التصور ولكن إحنا ببساطة شديدة لازم نبدأ نتحرك بصورة كبيرة جدا ده اللي إحنا بنشتغل عليه وبالتالي في أي لحظة بنبقى شايفين أن هناك احتياج لتقديم حزمة اجتماعية الدولة ما بتتأخرش وبتتحرك فيها فده اللي أنا عايز أقوله إحنا بعيننا على كل المؤشرات دي وعلى كل هذه الأرقام وحنبدأ نتحرك في هذا الموضوع لكن لازم لازم أرشد هنا كلمة أرشد مش أخفض أرجو إن إحنا ناخد بالنا من التعبير الترشيد إن أنا أستخدم الموارد اللي الدولة عندها إزاي أعمل بيها أحسن استغلال ممكن أنا كلمة ترشيد مش معاناها تقليل ده اللي أنا بأكد عليه